موسيقى السلام عليكم اليوم سنتعلم كيف نستخرج بيانات الارميتشر هذا الارميتشر كوسرا حجم الكبير سنستخرج بياناته بشكل مفصل أول شيء سنتعرف على نوع اللف نوع اللف هو تموجي هذه الطبقة تقابل طبقة في الجانب الثاني عكس اللف الانطباقي اللي يكون بشكل مستمر طبقة فوق طبقة فوق طبقة الى النهاية هذا نوعه تموجي نجهل سنحدد ان المجرى تقابل شنو نحاسة او تقابل نحاسة او فراغ ثم نشوف المجرى يقابل فراغ مقنوع مجرى يقابل نحاسة اذا هاي اول محلوظة نحليها المجرى يقابل فراغ نجي نشوف عدد النحاسات عدد النحاسات انا عدنا 24 عدد المجاري 12 هذا يسمونه نوع الدروبليكس اللي يعدد نحاسات سوف يضعف عدد المجارة تحديد طبقات اللف عددنا نوع عن الطبقات اللي هو الطبقة يبدى مفردة وينتهي مفردة والطبقات من 2 الى 6 يعني مجارة 2 الى 6 تكون مزدوجة هذا النوع عدنا يبدى مفرد وينتهي مفرد مثل ما تلاحظون هنا وينتهي مفرد سوف نشوف هناك اختلاف بين الطبقة الأخيرة والأخيرة هنا سوف نشوف هنا الطبقة الأقل من هذه الطبقة إذا لم يواضح هذا الشيء بعد ما نقصه سوف نحسب هناك نشكل عدد اللفات وهناك نشكل عدد اللفات نحدد به نوع الذي هو نوع الطبقة هذا الطبقة لا تلاحظون هناك طبقة جوة هنا تنطبق على الطبقة الأول شيء يعني أول شيء هنا تنطبق على الأخيرة فوق الأولى سوف نشاهد على هذا النوع لأن هناك النوع الثاني وهو يبدو مزدوج وينتهي مزدوج هذا غير الميتش وغير طريقة لنهاية الفيديو نتكلم عليه نأتي الآن تحديد أول نحاصل أو يسمونه الميل يسمونه الميل الذي نحاصل البداية والنهاية نوع على أخر طبقة يشوف هذا السلك وين يروح يتبع يتبع نشوفه وين رايح يشوفه واصل إلى هذا المكان شي نسوي ستطلع نفتحها ونشوفها وين واصل مربوط 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 وهذه النحاصة نحن نحدد النحاصة ما يرى مربوط هي نحاصة البداية ومن نفس الوقت هي نفسها نحاصة النهارة وأول مجرى هو هذا أول مجرى واتجاه اللف اتجاه اللف مثل ما تشوفون وهي طبقة وهي فوقها وهي الأخيرة هذا اتجاه يعني من اليمين الى اليسار اللف معه أقارب الساعة هس نجي هنحدد الماء بصورة صحية مثل ما تشوفون هذا المكان بداية الملف يسموه الجهة الامامية للمجرى اما منها الجهة الخلفية للمجرى الجهة الامامية سنسميها مثل ما تشوفون انه هذا الميل الميل متقدم 3 مثل ما تشوفون 1 2 3 مثل ما تشوفون 1 2 3 فنقول نكتبه البيانات انه الميل الامامي الميل الامامي متقدم 3 متقدم 3 كذلك الجانب الثاني هذا الجانب الثاني ايضا ايضا نحدده هذا اول مجرى اتجاه اللف مساء اللف من اليمين اليسار و مع غارب الساعة ايضا احدده لنا الميل الميل الامامي هذا يسمى الميل الامامي متقدم بثلاثة فاحسب هنا 1 2 3 احددت الجانب الثاني احددت بداية اول مجرى واول نحاسة اذا اريد احدد البيانات كأنه اريد الف شا سوي كل جانب احدده ببرمز او نقاط مثلا هذا اخلي الى نقاط اطريق انا استخدمها حتى ما اخربط هذا الجانب تابع المن لهذا الجانب نقل واحد نقطة اثنين خلاص هذا الجانب اللي هو المجاري تابعة لهذه النحاسة والجانب الثاني سأسمي واحد واحد نقطين ثلاثة ستة هذا الجانب ثلاثة ثلاثة اطريق ثلاثة اطريق 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 المسار من اليمين الى اليسار في حالة انه انت جهد من يسار وبالنحاسة انت جهد بالعكس من يسار اليمين ها يظن هسوي مشكلة لازم تنتبه على هذا الشي نطلع قطو السلك هذا ما طلعنا بقطو السلك لا نقيسك مباشرة لازم نحرق حركنا ثم ننضف قليلا خجام ناعم لا نأخذ منه هاية لان نأثى على قطر ثم نطلع شكل اللون الذهبي ثم ننضف قليلا نجيب مايكرو ميتر وبعد نبتين قيسة حجز على خطر هذا القياس جديد يعني هذا يعني صفر بوينت خمسة ساعد صفر بوينت خمسة ساعد سور بوينت خمسة عشر يعني طبعا لنا الضفتة زيان للا طرحة الفراءة الصحيحة شوي اكو شوائب راح يقفر بشكل كبير ما عندنا جيد يأشر تقريبا على عشرة ونص دورة صفر بوينت خمسة زائد صفر بوينت عشقة يعني تقريبا يطلع صفر بوينت سوف تقريبا على الجدول صغير من البيانات 0.60 حيث نرى قابلة 23 23 هو قياسات الـ standard الـ SWG هذا المعروف حد جماعة اللف على الأسلاك اللي يبيعون standard wire gauge الى قياسات العالمية للأسلاك قطر السلك 0.6 وقياسات العالمية للأسلاك وقياسات العالمية للأسلاك وقياسات العالمية للأسلاك الآن نحسب عدد اللفات لكل طبق نضرب الألمات هذا الشكل ونقطع أول طبق وهذه الظاهرة نقطع طبعا طبعا فصلت استخدام أميترات البوكسايد لأن تتميز طبعا رداءة المادة اللاسقة يعني سهل واحد يتعلم به حكس أفقام ميترات تتكون طبعا مادة بلاسطوماتة شديدة ثم تتكون مادة بلاسطومات نحسن سهلة ثم تتكون طبعا ثم تتكون طبعا سوف نتأكد هذا النوع أنه طبقة واحدة ويبدأ طبقة واحدة ويبدأ طبقة واحدة ما نفعله؟ بين الأخيرة وقرب الأخيرة سوف نكتب هذه المعلومات ونأتي على طبقة الأخيرة سوف نقطع سوف نأصح كل واحدة يريد أن يتعلم أن يجيب أجهزة الباكسايد الشارف ويتعلم بها سهل وتعلم بها كما ترون المادة المادة اللاسقة جدا رائدة بسرعة تتكسر سوف نبدأ أجهزة الباكسايد المحروب في كل شفاء لأنه جدا رائدة هذه طبقة قبل الأخيرة طبقة قبل الأخيرة سوف نحسبها سوف نحسبها حاليا سوف نحسبها 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 طبقة الاخيرة هي مفردة طبقة 12 وقبل الاخيرة طبقتين ستصبح 24 و 12. كيف يصبح هذه الحالة؟ طبقة هذا النوع اللف نفضل ان هذا الارميتر فضلا ان هذا الارميتر لا يوجد اسلف لان يدلل حددنا اول طبقة اول نحاصر اخوه واول مجرى فمن ابدأ سألف اول طبقة سأخذ هارف الشيء مجرد نظر اخذ فكرة عملي مفصلة ان شاء الله بديوات الثانية باذن الله سألف 12 لفة واربط بالنحاصر الثانية لمن اجي 1000 لفة ثانية اروح على مجرى الثانية واربط بالنحاصر الثانية واربط بالنحاصر الثانية واربط بالنحاصر الثانية واربط بالنحاصر الثانية وهكذا حصلنا هنا طبقة واحدة في المجرى الاول طبقتين في المجرى الثاني طبقتين في المجرى الثاني طبقتين في المجرى الثالث 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 وطبقة واحدة في المجرى السابع حتى الصين مثل ما تشوفون هناك طبقة جوة هذه الطبقة تنطبق عليها فيصبح كل مجرى يحتوي على طبقتين هذا يصبح له اللف اللف الذي يبدو طبقة مفردة وهو طبعا هذا يعتبر أسهل لف لأن مثل ما تشوفه بالبداية قدامك هو نفس البداية والنهاية يعني مثل ما تشوف هذا نحاسة البداية وهذا المجرى الأول طبقة نفسه ستصير النهاية والضبط مثل ما تشوفه نفسه بعكسه هذا هو اللف يبدو مزدوج ويمتهي مزدوج يعني كل الطبقات يبدو واحد واثنين طبقتين 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 إلى المجرى السالس هذا يتحدى يروح المجرى السابع هذا كلها بشكل مفصل يعني إن شاء الله اللف الارميتشر من البداية أخذ البيانات وتنظيف الارميتشر وعز المجاري وعز المجاري لدينا هذا النوع الثاني هذا يسمى مثل ما تشوفون إنه تقريبا الطبقات الأخيرة نفس طبقة الأولى من خلال الخبرة تفتمها أو تشوفها بسهولة هنا ما أحدد نحاسة البداية مثل ما تشوفون هنا خلي أحدد وهذا طبعا من نوعيته يبدو مزدوج ويبدو مزدوج نشوفها طبقة الأخيرة ما نحدده؟ سأحاول أرجع بالعكس أحاول ألف فأنت أرجع بالعكس فهذا أحدده هذا المجاري الأول سأحاول أرجع بالعكس سأقول وهنا واحد اثنين طبقتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تدعش اثنائش هذا هو سيبدو اللف ما سيبدو اللف واضح نسميناه هد هذا أول مجرد نشوف يختلف إذا كان كان نفس المكان ولنحاسة البداية مثل ما نشوف حسن نتبع السلك نتبع السلك هذا أيضا نتجع اثنائش اثنائش خانه نحسب واحد دين ثافة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش اثنائش إذن هذا هي البداية فش راح يصير؟ شو أنا أحبدي اللف؟ راح أبدي منا أحسب ستة واحد مين ثاثة أربعة خمسة ستة الميل مثل ما نشوفون الميل الميل هو الميل الخلفي صفر الميل الخلفي صفر لا متقدم ولا متأخر فهذه هي أول محاسة وهذا هو أول مجرى هذا شوية الممارسة سيديك سهل أخذ بيعناتها بحكس يبدو مفرد ويبدو مفرد يكون سهل لفه لا مثل ما موجود قدامك نفسه هو راح يصير النهاية هنا طلعنا عدد الإسلاق من الطبقات الخارجية يعني الطبقة سيصير أعلى شيء إذن هل تتأكد أكثر أنه عدد الإسلاق بالضبط بعد ما نقطعه نقطع هذا النظفه ونقطع هذا النقصه سيطلعنا المجاري عندما نطلع المجاري أو الأعمدة يسموها سنحرقه كل عمود من هذا العمود نطلعه وسنحرقه ونحسبه نقسمه على الأربعة هنا يطلعنا العدد المضبوط ونقسمه على الأربعة سيطلعنا حدد اللفات لكل طبقة طبقة واحدة هذه اللفات لكل طبقة نتأكد بعد أكثر لأن بعض الشركات يتلف الطبقة الداخلية مثل هذا النوع يبدو مفرد الطبقة الداخلية مثلا هنا 12 في الداخلية تنقص من الطبقة الخارجية مثلا في الأربعة لفات وزيدها هنا سيصير مثلا مثلا الداخلية يسوها الشركة 16 لفة وخارجية ثمانية يأتي الشخص المبتدئ باللب يعتمد بس على هذا طبقة يحسبها ثمانية لما يحسبها ثمانية سيعتمد على كل طبقة لأنها ثمانية وبالتالي لم نشتغل ستتفع درجة حرارة نتيجة ألة المقاومة وبالتالي يحتوي والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر